إذن على هامشي مشاركته بمؤتمر الأمن التاسع والخمسين في ميونيخ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني أكثر من عشرين شخصية من كبار قادة العالم في رحلة وصفت بأنها للبحث عن تعزيز الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي أيضا للعراق 24 ساعة من اللقاءات المتواصلة التقى خلالها السوداني في مقر إقامته في ميونيخ شخصيات قادرة على إصدار القرار مستعرضا أهم إنجازات الحكومة الإصلاحية ومؤكدا أن العراق بات بيئة مناسبة لدخول الشركات العالمية لتطوير وتسريع ما وعد بتنفيذه في البرنامج الوزاري مباحثات مثمرة على الصعود العربية والإقليمية والدولية بدأت من لقاء رئيس محكمة الجنايات الدولية الذي تمخض عنه التأكيد على أهمية تحقيق العدالة للضحايا والناجين من بطش الإرهاب ولقاءات استثمارية أيضا هدفها توطيد الشراكة لإنهاء معضلة الكهرباء عبر استثمار الغاز واقتصادية كشفت عن سعي الحكومة العراقية لتحقيق التنمية لغاية الوصول إلى الازدهار عبر نظام مالي لم يعهد مسبقا فيما الأمنية كانت لإظهار إمكانيات القوات العراقية مع الإشارة لأهمية استمرار التدريب والمشورة من التحالفين الدولي والأطلسي فعاليات سياسية وشعبية وصفت التحركات الخارجية بالمثمرة خصوصا كونها اعتمدت نهج القوة الناعمة لتحقيق المصلحة العليا متنية على التوازن الذي أعاد للعراق دوره الدولي الريادي فيما شددت على ضرورة الحصول على ضمانات تمكن العراق من تحسين واردات الدولة لخدمة العراقيين اشتركوا في القناة